طبعا واللقب 40 إن شاء الله في تاريخ النادي الأهلي لكن كل توفيق لفريقنا اللي ممكن مبارح كان بيتمرن في استاد القاهرة ورجع النهاردة لمختار التيتش طبعا مبارح عشان طبعا شكل الانتخابات كان الأجواء نفسها ما ينفعش يبقى اللاعبين موجودين في هذا العرص وممكن الزحمة اللي كانت موجودة فبالتالي نقلوا التدريب لستاد القاهرة والنهاردة بتدوا يتمرنوا بشكل طبيعي في استاد مختار التيتش أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي اللي اخترق كابتن حسام البدري لمباراة الغد طبعا نهاردة ليلة مباراة يكون معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن سامير كامونة بعد قليل ولكن قائمة الأهلي اخترق كابتن حسام البدري لمباراة الغد أمام إنبي في حراس المرمى شريف إكرامي محمد الشناوي أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع سعد الدين سامير وأيمن أشرف ومحمد هيني وأحمد فتحي وصبري رحيل ومحمد نجيب وحسين السيد وباسم علي خط الوسط حسام عشور وعمر السلية وأحمد الشيخ وأكرم توفيق وعبد الله السعيد وليد سليمان ومؤمن زكريا وابا كماني ماتشنبي أيضا خط الهجوم وليد أزار وجينير أجياء وأحمد ياسر ريان دول كده حتى الآن هؤلاء اللعبين هم اللي تم اختيارهم لأكرم توفيق دخل أيضا آه صح أي أكرم توفيق دخل كان بقاله فترة يعني ده واحد من الوجوه الجديدة بقاله فترة فعلا ما دخلش فيه القائمة بقاله فترة لكن إن شاء الله نشوف نجوم كتير ممكن يعوده زي مروان محسن اللي عائد من الإصابة إن شاء الله عشان محمد اللي إن شاء الله في خلال أسابيع هيكون متواجد نتيجة طبعا كان عنده إصابة وجزع فيه أنكر رجله أيضا صالح جمعة نتمنى إنه يرجع لمستوى وسريعا لفريقه بمنتهى السرعة إنه لعب مؤثر مجموعة من اللعبين إن شاء الله في الفترة القادمة هيعوده ويدوا قوة لفريقنا إن شاء الله اللي بينفس بقوة على بطولة الدول ممكن شوفنا ربيعة أيضا من اللعبين إن شاء الله هيكونوا في خلال أيام متواجد مع الفريق إن شاء الله لأن الربيعة من اللعبين متميزة في خط الظهر بالجانب طبعا محمد نجيب وسعد الدين سمير ونجاح أيمن أشرف في هذا المكان أيضا بيدفي قوة لهذا الخطخة واللي كان ممكن بيقرق ممكن جماهيري النادي الأهلي ولكن مع نجاح أيمن أشرف بمستوى الجيد في المباراة السابقة أيضا طمن كابتن حسام البدري وطمن جمهور النادي الأهلي أيمن أشرف فبالتالي هتبقى منافسة قوامة بين هذا الرباعي ممكن أيمن أشرف يقدر كمان يشتغل زي ما بقول لحاتكم في الجزء الأيصر مكان معلول مكان صبر رحيين مكان حسين السيد في أي حالة من الحالات اللي ممكن يحتاجها كابتن حسام البدري لي معلول إن شاء الله برضو أيضا إحنا منتظرينه يعني لسه معلول بيكتفي بالجاري زي ما بقول لحاتكم هو ممكن عنده شد في العضلة الخلفية امتنع طبعا فترة من الفترات لأن العضلة خلفية دي عضلة صعبة شوية لأنها عضلة الجاري بيقعد فترة ممكن أو بنحسس على العضلة كده عشان لو نزل لقدر الله وهو مش مكتمل الشفاء ممكن يتصاب مرة تانية وتعاود الأصابة له نتمنى إن شاء الله ده ما يحصلش إن شاء الله بنهاية الأسبوع يكون موجود مع الفريب أو التدريبات الجامعية مع الفريق وإن شاء الله يعني معلول من اللعبة المميزة لكسب النادي الأهلي هذا اللعب بشكل كبير لعب الدولي أو اللعب الانتخب التونسي بقى موجود بشكل قوي دائما فيه أزهان كابتن حسام البدري والجهاز الفني يعني ده أخبارنا عن فريقنا اللي إن شاء الله يأخذ بكرة مباراة قوية أمام فريق أمبي وأمامه ثلاث نقاط مهمين نتمنى الحصول عليهم إن شاء الله ويتمنى إن شاء الله تبقى المباراة سالسة زي ما احنا كده شفنا في المباراةين أو الثلاث مباراة اللي كانوا أربعة سواء الإسماعيلي أو الداخلية أو المصري بأمر لا تبقى الأمور سالسة عايز أقول لكم نتائج الأسبوع الحداشر اللي اتلعبت في المباراة السابقة كان بترجدت والرجاء وفوز الرجاء واحد سفر أيضا طلع الجيش والنصر فوز النصر ثلاثة واحد والزمالك والمقصة وفوز مصر مقصة على الزمالك ثلاثة واحد والمقاولون العرب فوز على طنطة واحد سفر والأسيوتي وإمبي وتعادل سفر سفر أيضا المصري البوسعيدي انهزم طبعا من النادي الآية اللي شفنا هذه المباراة اتنين سفر والداخلية والإنتاج الحربي وفوز الإنتاج الحربي واحد سفر وأسبوع حول الاتحاد وتعادل إيجابي واحد واحد أما ودي دجلة والإسماعيلي كان اثنين واحد مباراة الجولة الـ 11 أو الـ 12 أنا آسف كالتالي هتكون تداء إن شاء الله من بكرة مباراة الأسيوتي سبورت هتكون أولى المباراة ساعة اثنين والثلاثة للربع هتكون الأسيوتي سبورت وطنطة ثم الرجاء والزمالك والأهلي وإمبي إن شاء الله هتكون ساعة تمانية بأمر له في أستاذ القاهرة مباراة يوم الحد هتكون الإسماعيلي وبتروجيت اتحاد سكنداري ووادي دجلة المقاونين العرب واسموحة والنصر والداخلية إن شاء الله ده يكون مباراة يوم لتنين النصر والداخلية يكون مباراة يوم لتنين